في الفيديو ده هنتعرف على تطبيق جديد بتحلك فيزة حقيقية او فيزة افتراضية تقدر تستخدمهم في الشراء اونلاين بتفاعل كل المواقع بدون اي مشاكل كمان ممكن تربطه ببيبيل عادي بدون اي مشكلة الفيزات دي تقدر تستخدمها لعمل اعلانات على منصات التواصل الاجتماعي كمان تستخدمها في الشراء والبيع ويعتبر ده بديل عن تطبيق ببيبيل اللي انا شرحت وقلت ان الفيزة بتاعته توقفت مواقعا حسب ما الشركة قالت كمان تقدر تستخدمه في تحويل عملتك الرقمية على فيزة تقدر تدفع بها وتشتريبها كمان بعض الدول متاح فيها ان انت تستلم فيزة حقيقية وتستعملها في السحب من الاتم والدفع عادي جدا والتسوق كمان هتاخد خمسة دولار بمجرد التسجيل وخلنا نتعرف على كل ده بالتفصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم انا احمد ودي قناة منصة المانويات في الفيديو بتاع النرض ان شاء الله نتعرف على تطبيق بي دوت باي لتقدر تستخدمه في الحصول على فيزة افتراضية او فيزة حقيقية وكمان تقدر تستخدمه في تحويل عملتك الرقمية على الفيزة دي وتدفع بيها واللاين او تشتريبها او لو انت حصلت على الفيزة الحقيقية احملها في السحب من الاتم والتسوق بشكل عادي جدا كمان قبل ان هي تتربط بالبيبال وبتدفع داخل بايبال بدون اي مشكلة ويمكن الادع فيها عن طريق العملات الرقمية حتى الان وخلنا نتعرف على الشرح ويلا بينا اول ما هتدخل من الرابط اللي سيبهو لك في الوصف هتبتح لك الوجهة دي بيقول لك سجل بالرقم المبايل او الايميل ممكن تكتب ايميلك او رقم المبايل بتاعك اي حاجة فالافضل تكتب الايميل هتكتب الايميل هنا بعد كده تضغط على جيت كود هيبعتلك كود على الايميل بتاعك ولكن بعد ما تحل الكباتشة دي هنحرك في المكان ده كده يعني بتحرك المربع في المكان النقص بتاعه هنا بيقول لك رتب العناصر زي ما هي ظهرة تحت فهنرتبهم كده ويقول لك تمام الكود وصل هنروح على الايميل بتاعنا هنلاقي الكود وصل لنا كده هنعمل نسخ للكود ده نعمل نسخ ونرجع تاني نضع الكود ده كده بعد كده نضغط على جيت اتناو وبشرطا هحاولني اللي وجهة دي بيقول لي انت مفروض هتكسب خمسة دولار بمجرد التسجيل يعني كبونس من التطبيق بعد كده نضغط على ده واللود ناو فوق اللي ظهره لك فوق هنا عشان تحمل التطبيق وانتبع مع بعض الخطوات في ازاي ممكن فعله وتحصل على بطاقة بنكية تقدر تستخدمها في الشراء والاعلانات على الانترنت وتقدر تربطها كمان بواي بال وتقدر تشحنها بالعملات الرقمية فخلينا نجمل الخطوات بعد ما انت هتحمل التطبيق من دولار ناو اللي ظهره لك فوق مباشرة نفتح لك التطبيق بالواجهة دي هنعمل على لوجين ويتسجل دخول طبعا بنفس الايميل ونفس الباسورد فلو مسجل برقم الموبايل هتكتب رقم الموبايل لو مسجل بالايميل هتكتب الايميل بتاعك فور تسجيل الدخول على طول هتفتح لنا الواجهة دي وبيقول لي انت عندك خمسة دولار بونس من التطبيق تم اضافتهم هتقفل طبعا الخيار ده كده عادي جدا اعتبر نفسك مشوفتش اي حاجة هم هو فعلا خمسة دولار لكن طبعا عشان تستخدمه لازم انتأكد الحساب بتاعك وتفعل فيه كذا حاجة هنشوفها مع بعض لو راحنا مثلا على Card inskruot هيؤليك انت ممكن تطلب Virtual card او ممكن تطلب Physical Card Physical Card لازة تكون عندك في الحساب 100$ على القاتل تكون عندك 10$ فانا اختار مثلا في هذه الإلخطة مريكاً اضغط على order هيؤلي لازة تأكد بالايميل ورقم الموبايلPs وتأكد الهوائه كمان فلو انت مسجل بالايميل بأكد بالايميل لو انت مسجل بالايميل بأكد رقم الموبايل فانا هاتكتب مثلا على الايميل بتاعك وبعد اضغط على Next هيقول لي وصل لك كود على الايميل. هنروح على الايميل بتاعنا. ناخد الكود. هنلاقي كود زي ده كده. نعمله قوي. ونرجع تاني للتطبيق. نعمل بسط الكود اللي احنا اخدناه من الايميل. بعد كده رقم الموبايل لو انت مسجل به. هتعمل على سند كود. هيوصلك الكود على الموبايل بتاعك. هنكتب الكود اللي هيجينا هنا بالشكل ده. بعد كده تضغط على طبعا لو انت كنت مسجل بالموبايل هيجيب لك الايميل اول لو انت مسجل بالايميل هجيب لك الموبايل اول وهكذا بعدك هيطلب منك personal information هتضغط عليها وتكتب الدولة بتاعتك بعدك هي الاسم الاول بعد كده الاسم التاني زي ما هو في بطاقة الهوية بعدك هيقول لك اكتب تاريخ الميلاد بتاعك وتختار انت هتأكد بال ID card ولا هتأكد بال passport كمان هتكتب رقم الوصيقة التعريف بتاعتك يعني مثلا رقم البطاقة عندنا هنا في مصر او رقم ID card وتأكد ان انت عامل تاريخ الميلاد زي ما هو بالزبط في ال ID card فهنا هتكتب رقم البطاقة بتاعتك بعدك هتضغط على نيكست هيقول لك تظهر لك الوجهة دي يقول لك اكد معلوماتك هنضغط عليها هنا هيحاولنا على وجهة تانية خالص من خلالها هيبقى محتاج صورة البطاقة هنختار ازر وبعدك هتفتح لك الوجهة دي هنضغط على continue تأكد ان انت بختار الدولة بتاعتك لياه مصر مسلا او انكات الدولة بعدك هتختار على ID card هيفتح لك القامرة ويقول لك صور الوجه الامامي للبطاقة الهوية بتاعتك او الباسبور بتاعك لو انت اخترت باسبور لو انت اخترت ID card بتتصور البطاقة لو اخترت باسبور بتتصور الباسبور بعدك هتضغط على document is readable هتفتح لك الوجهة دي بيقول لك صور ظهر ال ID card او الباسبور اللي انت استخدمته هنصور ظهر البطاقة برضو هنضغط على document is readable هنقلنا على الوجهة اللي بعد كده وهيحتاج مننا ياخد صورة selfie عشان يتأكد ان انت صاحب الهوية ولكن الخطوة دي بتاخد بعض الوقت هننتظر اللحظات لحد ما تفتح لنا اتأكد ان وجهك بالكامل ظهر في الكاميرا وتنتظر اللحظات لحد ما الكاميرا تعمل scan وتاخد اللقطة بشكل تلقائي من غير ما انت بتعمل اي حاجة بعد لطقات الصورة selfie هتظهر لك بالوجهة دي وتنتظر اللحظات ما تضغطش على اي حاجة يقول لك تم التأكيد هننتظر خلاص كده انت كده ممكن تضغط على ال اكسل اللي فوق وترجع تاني هتفتح لك الوجهة دي تقدر تطلب الكارت طبعا بس لما تضيف البيانات بتاعتك بتاعت العنوان هنضغط على new address هتكتب هنا اسمك اللي انت عايزة تظهرها على الكارت وبعد كده تكتب العنوان بتاعك تكتب العنوان زي بطاقة الهوية او اي عنوان عادي بس الافضل تكتبه زي ما هو في بطاقة الهوية بالضبط انا مثلا كتبت ايجيت كايرو بعد كده المدينة اللي انت مكون فيها بعد كده بستيت او الولاية او برضو المدينة مدينة داخل المحافظة يعني بمعنى صح بعد كده البوستا كود او الزيب كود اللي هو العنوان البريدي بتاعك طبعا العنوان البريدي ممكن تبحس على جوجل وتكتب عنوان بريدي مديني كزا هيزهر لك عطول تضيفه بعد كده ممكن تطلب الكارت لك اللازم ان يكون معاك عشرة دولار لو رجيت تاني على الواجهة الرئيسية عشان نضيف فلوس هتروح على بعد كده تختار اختارها تورك عشرين لان دي ارخص ممكن تحول على فلوس هتلاقيها في الاساسي اول لكن انت خليها تورك عشرين وتروح بعد كده على اي محافظة عندك سواء عن اي حاجة تروح على المحافظة بعد كده نروح على فوري بعد كده تضغط على سحب عشان نبعت فلوس للتطبيق اللي عليه الفيزا نتختار بعد كده تختار ارسال عبدالشابك الرقمية بعد كده نضغط نختار الرقم اللي انت عايز تحوله اي ان كان رقم اللي انت تحوله هيخصم عليه مبلغ ليل جدا يعني ممكن المية دولار يخصم عليها الدولار واحد بس مصاريف تحويل ممكن تبعت الف دولار هيخصم عليه واحد دولار بس مصاريف تحويل لكن لو اخترت الشبكة الاولانية اللي هي غير التورك هتلاقيها اغلى ممكن توصل لخمسة دولار او ستة دولار كمان هتضيفي العنوان طبعا بتاعك كده وهتختاره المحفظة اللي انت تتفع منها والمبلغ اللي انت هتضيفه لو اخترت نتورك تانية يعني مثلا النتورك اللي هي ERC20 لو جينا انا اخترنا النتورك دي او الشبكة دي هتيجي ترسل اي مبلغ هتلاقيها يخصم منك 5.6 USD مصاريف ارسال على ايان كان المبلغ فالاحسن تختار على TRC20 دي ارخص نتورك وفي النهاية يعتبر التطبيق ده او المحفظة دي او البنك ده ايان كانت بديل كويس عن بنك بايبل اللي انت كنت تتحصل من خلاله على بطاقة افتراضية تدفع بها على الانترنت فده يكون حل حلو طبعا هو بنفس الطريقة بتشحن عملات رقمية وبتاخد قصد منها كارت تقدر تدفع بقول لاين وتقدر تربطه كمان بويبل لكن انا شايف اصلا ان التطبيق اللي هو بتاع النهاردة احسن لان الكارت اللي بتدهولك من نوع فيزا بايبل كان بيديك الكارت من نوع مستر كارد فالفيزا بيكون لها صلاحيات احسن في التسوق وكمان بتتعامل على بايبل يعني تقدر تربطه ببايبل عادي جدا وتدفع داخل بايبل عادي جدا لكن تستقبل من بايبل عليه دي ما ظنش ان هي تبقى شغالة مش عارف الصراحة لكن هو يتربط ببايبل عادي جدا وتدفع من خلاله على بايبل عادي جدا كمان تقدر استخدمه في عمل اعلانات والكلام من ده ان شاء الله بقى نزل فيديوهات تانية عن تجربت معاها وازاي استخدمته في الاعلانات وهل هو مجدي ولا لا ولكن انت اخدت خمسة دولار اول مرة ايداع ممكن تشحن عشر دولار كمان وتطلب الكارت يعني تستفد بالخمسة دولار اللي انت اخدتهم ببلاش كده كده حتى لو خد ضريبة في الاول هيبقى خد مثلا الخمسة دولار اللي هما ببلاش فيبقى انت استفدت بالباقي اللي انت اودعت به بعد كاتب انت عرفت هو مصاريف شحنه ايه والدنيا بتاعته ايه لكن اللي انا عرفته عنه ان مصاريف او الضريب بتاعته هو لحد الدولات اللي فيش عليه ضريبة شهرية او اسبوعية او سنوية ما فيش عليه الحكاية دي لان هو لسه اه صدر جديد وهو كمان موسق في البلوكتشين بتاعت باينانس يعني موجود حتى شفت المقالة له داخل موقع باينانس نفسه كمان عامل تعاقد مع شركة فيزا في اصدار البطاقات الافتراضية والبطاقات الحقيقية وهو بياخد نسبة واحد في المية على عمليات الشراء كلها يعني لو دفعت 100 دولار بياخد دولار وهكذا بالنسبة للإداع هو بيخصم ضريبة الشبكة بس ضريبة الشبكة اللي انت بتودع بها بس يعني كمان ممكن تستخدمه كمحفظة عملات رقمية تستقبل عليها الفلوس عادي جدا وبس كده دي كل المعلومات اللي انا عرف عنه كمان ما تنساش شوف فيديوهاتنا التانية عن البطاقات الافتراضية اللي احنا قدمناها لتقدر استخدمها في عمل اعلاناتك وتدفع اولاين ومشتراتك وكده اتمنى كنت استفدت من الفيديو لا استفدت تنخلتش عليها بلايك واشتراك كان معك احمد وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته